المحور التالت بقى حاجات تخص الأب زي إيه؟ زي إن إحنا إنت كمان مطالب إنك تشجع الطفل على الحضانة زي الأم بالزرط فاكرين لما قلنا في الجزء الأول إنت كبير وإنت شاطر وهكذا حكاية التوصيل إذا الأم موجودة يعني التوصيل للحضانة إذا الأم موجودة ممكن ده يبقى محدود طالما الأم هي اللي بتودي ليه؟ لإن كتير من الأطفال بيجبطوا في الأب لما بيروحوا سوا خلاص؟ يعني المرواح للحضانة يا أم يا أب ممكن حضرتك تروح أول مرتين كده ولا حاجة إنما ما تبقاش بقى إيه؟ لإن فيه أطفال بتاخد الحكاية دي ويبتدوا إيه؟ يبقى مش عايز يدخل للحضانة عايز يروح مع بابا تمام كده؟ إذا فيه إمكانية أن حضرتك تاخده من الحضانة سواء مع الأم أو بالتبادل يعني أنت مرة وهي مرة ده بيكون له أثر إيجابي كويس جداً على الطفل على فكرة لازم كمان تكون مستعد للتمشية في بعض الأيام بعض الحضانة هو عايز يتمشى معاك يا سيدي شوي تتمشه في شارع كده وترجعه بس خلاص؟ دي حاجة حلوة اعملها ما تقولوش يهو بقى يلا بقى ده أنا راكن ده أنا وراحة ده أنا جاي من الشغل بتاع اقبل اقبل كل دي آليات من الطفل بيعملها بيئيس بيها مدى قبلكم أو مدى تقبلكم لفكرة أنه هو بينمو أو بيتطور حاول كمان كأب بتحفظ الأغاني اللي هم بيقولوها في الحضانة وهتقولي ألا أجابها منين ما تقلقش اللي أم بتكون عرفاها وحفظها وطلعوها من اليوتيوب وطلعوها من الانترنت وكل حاجة كل لما تبقى عارف كمان كل الأنشطة في الحضانة وتفاصيلها وتقول الطفل عليها يعني إيه أنا عرفت إن انتوا لونتوا النهاردة خلاص كأنك كنت معاه ده بيخلي الطفل يحس بالسعادة وبيحس بالاطمئنان بيحس إن انت زي ما كنت موجود الله بس أنا وكنت شايف فده بيديله إحساس كبير قوي بالأمام وطبعا لازم تقلل برضو سقف التوقعات يعني ما يبقاش كبير زي الأم يعني ما نعودش نقول إيه يالحظ أنا علمته إيه يعني لغاية دلوقتي ولازم استيعاب غلاسة وتمرد الطفل وإنك تطمن الأم وتساعدها يعني لما تلاقوا الطفل كده زي ما قلنا من شوية سائل عوج شوية أو متمرد شوية ما تسخنهاش إنت بقى لأ فيه إيه وتدخل إنت بإيجابية وحاول إنت لتحل الموضوع وهكذا ترجمة نانسي قنقر